ما هو منخفض البحر الأحمر؟ وكيف يؤثر على الأنماط الجوية خلال الخريف؟ مع دخول فصل الخريف تبدأ الأنماط الجوية بالتغير في الوطن العربي تتمثل ببدء النفاع أحواط ألوية باردة وكتل هوائية أبرد من المعتاد نحو المنطقة يتزامن ذلك مع السملار تمركز المرتفع الجوي المداري والكتل الهوائية الحارة فوق الجزيرة العربية بالإضافة لبدء نشاط منخفض البحر الأحمر لكن ما هو منخفض البحر الأحمر؟ منخفض البحر الأحمر هو منخفض حراري ينشأ بفعل الفروقات الحرارية بين حرارة سطح البحر الأحمر وحرارة اليابسة في شبه الجزيرة العربية ويتعمق هذا المنخفض ويضمح البناء على هذه الفروقات ومع بداية فصل الخريف تنخفض درجة حرارة اليابسة ويبدأ منخفض البحر الأحمر بالنشاط والتمدد شمالا مما يجلب معه تغييرات جوية هامة ويؤدي نشاط منخفض البحر الأحمر غير الفعال أحيانا إلى ارتفاع درجة الحرارة وأجواء جافة ومغبرة قد تتطور أحيانا إلى موجات غبارية نتيجة الرياح الشرقية ولكن عند توفر الظروف المناسبة كان دفاع أحواط علوية باردة من الشمال تزامنا مع تمدد منخفض البحر الأحمر يمكن أن يتسبب ذلك بتشكل حالات من عدم الاستقرار الجوي بفعل الفرقات الحرارية بين الرياح الدافئة والرطبة والرياح الشمالية الباردة مما يؤدي إلى هطول أنطار رعدية وتزايد فرص تشكل السيول في فصل الخريب